بعدما ارتبط اسم مدافع المنتخب الوطني مجيد بوغرا بالانتقال نحو أكثر من فريق إثر مغادرته نادي الأخوية القطري مجلة فرانس فوتبولة الفرنسية كشفت يوم الأحد أن قائد الخضر اتفق رسميا مع نادي الفجيرة الإماراتي على التوقيع لموسمين في الساعات القادمة بعد المفاوضات التي جمعت الطرفين في الفترة الماضية هذا الخبر من شأنه أن يضع حدا لحالة الترقب التي سادت حول مستقبل مدافع غلاس جورانجر السابق خصوصا وأن أخبارا انتشرت في الساعات الماضية تؤكد اهتمام نادي كارتيف سيتي الإنجليزي بضمه بسبب خبرته وبهذا سار بوغرا على نهج زميله في المنتخب الوطني رافق حليش بتفضيله اللاعب في الخليج على العروض الأوروبية التي وصلته